اشتركوا في القناة مرحبا جميعا حياكم الله مستمعي بودكاست درشة التوحد معكم الدكتورة رفيف سدراني رئيس قسم المحتوى والتوعية في مركز التمييز للتوحد ضيفتنا لليوم ساذة غيد الشمري مشرف في قسم العلاج الوظيفي في مركز التمييز للتوحد وحاصلة على اعتماد في نهج الاس او اس للاطعام واعتماد في التكامل الحسي حياك الله استاذة غيدة الله يحييك شكرا على الاستضافة يعطيك العافية حنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين نددش معك حول عيادة الاطعام في مركز التمييز للتوحد اول شي استاذة غيدة نبغى نعرف وش هو الاطعام طيب بداية الاطعام احنا نسويه تقريبا في حياتنا اليومية كل يوم على مدار اكثر من وجبة ولو نشوفها وندقق فيها فعليا احنا الموضوع الاطعام مو شي سهل ياخد تفاصيل كثيرة فاذا بنبدأ فيها هي دايما تكون سوائل واطعمة تدخل داخل الفم وتوصل الجسم عشان ناخذ منها الفوائد في حياتنا اليومية فهي تاخذ فيها مراحل معينة اول شي ان الطفل اول الشخص يمضغ القطعة بعدين يبتلعها وتدخل للجسم عشان توصل الاحتياجات الغذائية كلها عن طريق الغذاء بس دائما يختلف عندنا الافراد في هذه الاحتياجات دائما تتغير من وقت الاخر حسب عوامل معينة تفرق عند الاشخاص واهم النقاط في الاطعام اللي هو اما تناور الطعام والاكل والبلع والمض زي ما ذكرت مسبقا وتنوع الاطعمة عشان كذا احنا في عيات الاطعام مهمنا كثير تنوع الاطعمة وجزء كبير من تدخل العلاج الوظيفي خاصة هو تنوع الاطعمة لان يدخل فيه جانب حسي كبير ممتاز طيب وش دور اخصاء العلاج الوظيفي لو تشرح لنا اكثر تمام دائما دورنا احنا ان نوفر فرص للاطفال المشاركة في وظائفهم اليومية بعيدا عن الاطعام احنا ندخل لهم في حياتهم اليومية في المهارات الاستقلالية المهارات استخدام الدور التنمية وغيرها فالاطعام هو جزء من مهارات الحياة اليومية فتأخذ جزء كبير من تدخل اخصاء العلاج الوظيفي بما في ذلك التغذية والاكل عن طريق خلال طرق مختلفة للتدخل الحسي وتطوير المهارات الحركية الفموية دائما غالبا اطفال ذوي اضطراب طيف التوحد كثير يكون عندهم صعوبة في الاطعام او انتقائية زي ما نقول في الطعام صحيح واللي هي صعوبات في تناول الطعام وانه يقدر يقدر الاكل المناسب كميتها تنوع الاكل او ممكن يكون يكون محدود على الاكل عندها جدا قليل يحب اطعمة معينة في مجموعة من الاطعمة كاملة ما يقدر يتقبلها طيب دائما نسمح ان انتقائية الطعام وانتقائية الطعام نبغى نعرف وش الفرق بين صعوبة التغذية والانتقائية في الطعام طيب احنا متى نقدر نقول هي انتقائية الطعام لما تكون اختيارات الاطعمة عندنا اكثر من ثلاثين نوع من الاطعمة كيف ثلاثين نوع احنا دائما نسوي مقابلة مع الام نسألها ان الطفل وش يأكل ممكن تقول لي يأكل مثلا خبز يأكل جبنة يأكل رز يأكل دجاج يشرب مثلا عصير يشرب حليب يشرب لبن هذه كلها نحسبها فعليا الى مناصر ثلاثين اذا وصلنا ثلاثين والطفل اخذ ثلاثين من جميع العناصر الغذائية مثلا اخذ من مجموعة الخضروات واخذ من مجموعة الفواكه ومجموعة الالبان والبروتين اكل منها هنا نقدر نقول هو انتقائي كمان معظم الانتقائيين يكون يحب يأكل لحالة ما في وقت الوجبة مع الاهل عشان كذا احنا دائما نقول حلو وقت الاسرة للأكل انه خاص فيه وحين وجبة غدا وجبة عاشا يلا كلنا نجلس نأكل سوا يكون عنده اطعم مختلفة عن افراد الاسرة حتى لو كان معهم في وجبة الغدا هو لانه انتقائي فيحب مثلا الرزحق يقول ما في مثلا دجاج يكون سادة او مثلا ياكل مكرونة معهم بس هو مثلا مكرونة مع صوس طماطم بس هو مكرونة سادة بس مسلوقة فيفرق يعني حتى بصريا هو يحس انه مختلف فهذا الشيء اللي احنا نحاول نغيره عشان يكون فيه علاقة صحية مع وقت الوجبة اما مثل نقوله عنده صعوبة في الانتقائية وهي اللي غالبا اصعب للطفل انه يواجهها لما تكون خياراتها جدا محدودة اقل من الانتقائي اي ما يعادل اقل من عشرين صنف يعني فعليا يكون الطفل يقول انا بس مثلا الامهات يقولون لي ياكل مثلا بس مثلا خيار او مثلا بس توست وجبن كل اليوم على مدار ثلاث وجبات ما يدخل اي شيء من اي مجموعة غذائية ويرفض مجموعة كاملة يعني ممكن البروتين كله يطلع من الجدول الغذائي ما فيه اي شيء ما نقدر ندخل لا دجاج ولا لحم ولا سمك ولا غيره وكمان القوام عنده هنا يكون صعب يعني قوام معين مثلا يا انه يأكل كل شيء صوفت وليل وكل شيء يكون مهروس او انه يأكل كل شيء صلب ومقرمش نوع من القوام ما يتقبل ابدا كمان يأكل اطعمة مختلفة عن اللي يتناولونها فراد العائلة وغالبا يأكل بمفردة ممتاز جميل طيب الحين متى نقدر نقول انه هذا الطفل يحتاج الى عيادة الاطعام طيب احنا عندنا دايما مؤشرات لازم ننتبه عليها ونشوفها عند الاطفال تبدأ دايما من عمر سنة سنة ونص سنتين اذا بدأ الطفل يتقبل اطعمة عادة عادي جدا اذا كان الطفل بعمر مرة صغير وفي شيء ما تقبله او في شيء مثلا اليوم حبه بكرة ما حبه عادي لانه صغير انا دايما اشوف فيه قلق احيانا يواجهون الامهات او في مجتمعنا انه الطفل اذا كان صغير انه مثلا في بداية العمر خاصة الاطفال اللي لسه العائلات الجديدة تكون قلقانا انه مثلا ما يتقبل هذا الاكل فانا دايما اقول لا عادي ما يكون فيه قلق اذا كان الطفل صغير بس يبدأ بعمر بعد الثلاث سنوات انا اشوف هنا تبدأ فعليا الريد فلاكس على قلتكم المؤشرات الحمراء فهنا اذا بدأت المؤشرات نعرف ان الطفل لا بحاجة الى عيادة الاطعام من المؤشرات عندنا اذا كان بدأ الطفل يرفض يجرب طعام جديد طعام جديد يجربه يعني مثلا احنا جينا وقت الاكل حطينا صحن وفي كلنا لنا مثلا نوع خضار معين مثلا لتسي جزر وحطينا جزر كله مكلوه بس هو رفضه وبدأ يبعد الجزر او شاله من الصحن طلعه هنا نعرف انه هنا فيه مؤشر انه الجزر هو مو متقبله فنعرف انه ليش مو متقبل الجزر كمان عندنا انه صعوبة تقبل نمجة لحم دجاج خضار وفواكه يعني جزء كبير من العناصر الغذائية او مجموعة كاملة تطلع من الجدوى الغذائي او اذا كان عندنا صعوبة في مضغ او ابتلاع الطعام هنا تبدأ فعليا لازم يكون فيه تدخل اذا كان ما فيه مضغ للاشياء الصلبة كمان عندنا ضعف الشهية اذا كانت الشهية كثير ضعيفة او اذا كانت الشهية بزيادة مفتوحة وتؤدي اما الى السمنة او زيادة الوزن او ضعيفة جدا وتؤدي الى نقص في الوزن هنا نعرف احنا لازم نوازن ويكون فيه بالنس او اذا كان لسه يشرب الحليب من الرضاعة وهو بعمر ثلاثة او اربع سنوات هنا نعرف لا فيه تدخل احنا لنا احنا اذا دائما نحكي العلاج الوظيفي مهارات حياتي يومية معناته انت لازم تسوي مهارات الحياة اليومية بشكل صحيح وظيفيا تمشي على المايلستون او العمر النمائي الصحيح فالصعب احنا حتى تقبليا طفل عمر اربع سنوات يشرب من الرضاعة فنحاول قد ما نقدر لان نستبدلها بكوب مفتوح نستبدلها بالسي بكوب الكوب اللي فيكون فيه مثلا شفاط يشفط منه بعدين ننتقل لكوب مفتوح يعني نحاول ندرجها بس ما تكون رضاعة يتعود عليها الى عمر كبير كمان عندنا اذا كان الطفل يواجه صعوبة بامساك ادوات الاكل او الشرب مثل ملعقة شوكا ما يعرف يستخدمها وغالبا يكون ياكل بيده كمان عندنا اذا كان فيه غضب او رفض او بكاء وقت الوجبة يعني فيه تكون فيه نوبات غضب وقت الوجبة يبكي يرفض الاكل محاولات القيل مستمرة ردات فعل غير مرغوبة وقت الطعام شعور بالخوف من مظهر الطعام يعني زي ما قلت مثلا الجزر يكون مثلا مرة يخاف منه ويرفضه ويبعده كل مرة يكون الاهم طبعا زي ما حكينا انتقائي في الاكل يأكل مجموعة محددة من الاطعمة او كميات مثلا صغيرة ومحدودة من الطعام ومثل ما ذكرنا فقدان الوزن بشكل كبير او يكون فيه زيادة في الوزن بشكل كبير ممتاز جميل طيب كيف تساعدون الطفل في هذه العيادة طيب احنا عادة في عيادة الاطعام يكون عندنا اكثر من تدخل فبناء على قدرات الطفل اكيد احنا نحط الخطة العلاجية فمهم اول شي نبدأ بالتقييم التقييم لعيادة الاطعام مهم كثير وجزء كبير منه مقابلة الاهل فننكمل مقابلة مع الاهل خاصة مع الاطفال اللي عمرهم اصغر لانه ممكن ما يبين لخلال الجلسة مهاراتها وانه ايش الاشياء اللي ياكلها او اللي ما يحبها يتقبلها سروتينهم بالبيت هو اللي يفرق مية بالمية فانا لازم اشوف مع الام ايش الاشياء اللي الام تحس انه في صعوبة معها في البيت وقت الطبخي حست انه مثلا تعبت بتجهيز اشياء معينة حست انه في اختلاف عنا وعن اخوانا فهنا لازم احنا نشوف التقييم بشكل مبدئ بعدها نحط الخطة العلاجية الخطة العلاجية تجي بناء على القدرات عشان نقدر ندخل يا اما تدخل في تأخر الانتقال من مرحلة لمرحلة زي يوم حكيت مثلا من الرضاعة الى الاكواب او مثلا انه من يأكل بيده اللي يمسك ملعقة يستخدم شوكة يجلس جرسة صحيحة يكون عنده علاقة سليمة مع الاكل او التدخل الحسي وهو لهذا الجزء الاكبر اللي احنا نشتغل عليه كاخصين علاج وظيفي مثلا لانه يتقبل ملامس معينة من الاكل يتقبل مثلا انه يمسك اشياء تكون لزيجة من الاكل مثل الموز ملمس الموز حتى الموية احيانا الوقت الاكل انه ينقل شيء من مكان الى مكان يغرف للأكل مثلا من صحن للصحن هذه كلها تدخلات حسية كمان التكيفات البيئية مثلا انه يتقبل يتكيف في البيت اذا رحوا مطعم نفس الشيء حتى لو اضربت له من مطعم اكل مختلف يكون يتقبل الطفل الاكل تكيف وضعيات الجسم انه دائما يكون في جلسة صحيحة وقت الوجبة وتعديلات على كثافة الطعام مثلا انه كان شيء جدا سلس او مثلا الاكل مهروس دائما احنا واجبنا ان احنا نزيد كثافة الاكل تدريجيا للطفل عشان يكون يوصل القوام السليم ممتاز طيب ليه وضعية الجلوس الصحيحة مهمة طيب احنا في وضعية جلوس مرة مهمة اسمها تسعين 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 ايوه هذه تسعين 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 تكون قياسات الجسم تسعين زاوية من كل قياسات من الرقبة من الظهر من الحوض وكذا فجلسة الطفل الصحيحة في الكرسي هذا اليكيد تفرق معه اذا كان خلينا نتخيل اذا كان الطفل عمره مثلا سنتين وجالس في كرسي طاولة الطعام معنا الكبير هذا الي احنا نجس عليه عادي وضعية الجسمه ما حتكون برتاح بيتحرك كثير بينزل بيقوم وقت الاكل بس لما يكون عمره سنتين او سنة ونص وحطيناه على الهاي تشير حق الاكل الي يكون فعليا قياساته تناسب وزن الطفل طولة وحجمه بيركز اكثر وقدامه طاولتها بينحط عنده الاكل حقه بيركز بالاكل اكثر بيشوفه يعني حدامه نقول سبحان الله المخ والقدرات تزيد اذا كان الجسم مرتاح اما اذا كان الطفل طبعا اكبر اربع خمس سنوات مهم اكيد يكون معنا على الطاولة او حتى اذا كانوا يجلسون الاهل على الارض على حسب البيئة المناسبة ممكن يكون يجلس معاهم في وقت الوجبة بس نحافظ على القياسات الجلوس ووضعية الجلوس ليش مهمة لانها كمان اولوية عشان نحمي الدماغ في التركيز على تناول الطعام النسق بين اليد والفم وحركة المضغ للطفل يتمكن كمان من مسكة الملعقة بشكل صحيح اكثر يستخدم الكوب بشكل صحيح اكثر ومهم دايما ان نرجع نقيس قياسات الكرسي كل على الاقل ثلاث شهور لان الطفل سملا عليهم في هذا العمر الصغير ورح سنة ونص لسنتين يكبرون وتتغير مقاسات الجسم يعطيك العافية استاذة غيدة طيب هل في تدخلات او استراتيجيات اخرى تستخدمونها في جلسات الاطعام اكيد احنا مهم كمان نشوف جوانب مختلفة غير اللي ذكرناها قبل مثل الحسي وغيرها احنا كمان لازم نستخدم جداول بصرية في عيادة الاطعام مثلا انه سهل للطفل انه الان وقت مثلا الوجبة بعدين ممكن ناخذ بريك شوي بعدين تكمل الوجبة ايش الاشياء اللي ممكن تستخدمها وقت الوجبة مثلا ملعقة شوكا تكون كذا لها رسومات في الجداول بصرية التعزيز كثير مهم انا دايما نقول التعزيز هو مفتاح لكل شيء فاذا كان فيه تعزيز للطفل سواء عندنا سواء في البيت في اي بيئة مختلفة بيتقدم الطفل فيها كمان اللعب يعني هو من اهم الاشياء في التدخلات سواء تدخل عيادة الاطعام تدخلات العيادات الاخرى انا شوف اللعب هو المهمة والوظيفة الاولى للطفل فاللعب مهم ان ندخله احنا دائما في جلساتنا يكون فيه وقت للعب خمس عشر دقائق يلعب فيها الطفل بعدين نبدأ ندخل التدخلات علاجية اللعب بالطعام زي ما قلت هو جزء كثير من عملية تعليم كيفية التناول ودور اللعب مهم جدا دائما يتعلمون الاطفال بشكل افضل خلال اللعب انه يستكشف هو يلعب هو يجرب الالعاب وتعزز الذاكرة والانتباه والابداع عندنا واحنا في عيات تلتان طبعا نركز على الالعاب اللي لها علاقة في الاكل يعني مثلا اشكال فواكه اشكال خضار انا بيسميلي كمان ايش هذا يقول لي مثلا خيار ايش هذا طماطم ايش هذا فراولة او برتقال يعني على حسب الصور اللي انا وريها الطفل انا اشوف انه دائما استخدام شخصيات مفضلة صحيح يمبسطون فيها الاطفال خاصة بصحون اذا لانش بوكس حقه يجيبه من البيت كذا عليه الشكل اللي حبه كثير يمبسطون حتى في البيت انا دائما اقول للامهات وانصحهم انه اذا قدرت مثلا اجيبه لصحن عليه رسمه هو يحبها خاصة حتى هو يجهز معاك الوجبة يروح ياخذ الصحن يتحمس انه الحين وقت الوجبة في هذا الصحن اللي احبه فدايما نحل انه ندخل characters خاصة في العمر الصغير صحيح طيب وش خطوات للاكل طيب احنا في خطوات للاكل دائما نسويها في العيادة فاذا جانا الطفل نشوف هو وين المرحلة اللي هو متوقف فيها او من وين نبدح لتدخل فبداية مراحل للاكل اول شي تقبل للاكل يعني للاكل احنا في خطوات الى ما نوصل انه ندخل للاكل في الجسم فتقبل للاكل اللي هو يشوفه قدامه يشوفه على الطاولة يشوفه قدامه مثلا حتى لوب في كيسة الاكل حفظ الطعام يشوفه قدامه مثلا بصحن شخص اخر في نفس الغرفة اهم شي انه يتقبله بصرية هنا ندخل على النظر بعدين يبدأ يتفاعل مع الاكل كيف يتفاعل مع الاكل؟ انه يبدأ يلمس الاكل ممكن يسميلي الاشياء زي ما قلت مثلا يمكن يقول هذي ساندويتش او مثلا هذي عصير يأشر ويسمي ويتفاعل معه او مثلا يمسك الاكل ومثلا يمرره يحركه يلمس يحاول يتقبله بعدين عندنا حاسة الشم انه يشم الاكل خاصة الاشياء اللي تكون فيها ريحة يعني دايما نشوف خضروات فواكه دايما فيها ريحة اكثر فيشمها الطفل بعدين يبدأ يلمسها اذا لمسها اللمس هنا بيساعدنا اذا كان الطفل زي ما حكينا قبل شوي عنده مشاكل في الاحساس اذا كان ما يتقبل ملامس معينة هنا بيتقبل الملمس هنا نشتغل على اللمس بعدها التذوق التذوق اللي هي بطرف اللسان مو الى داخل الفم بس يبدأ بطرف اللسان يتذوق او ممكن على شفايف من بره يعني ما تكون فيها كثير بعمق داخل الفم بعدين اللي هو الاكل والاكل يدخل فيه يبدأ ياخذ قطعة من الاكل يمضغها يبتلعها طيب استاذة غيدة الحين ما هي الحركات الفموية نسمع عنها وليش مهم انوا تقيمونها واش تأثيرها اصلا على مهارات الاطعام تمام الحركات الفموية هي الحركات اللي في العضلات اللي نسويها داخل الفم اما حركة الفم نفسها من الخارج او حركة الفك من الداخل او حركة اللسان او حركة الشفتين والخدين كمان والتحكم فيها هي اساسا للأكل يعني تخيل انه مثلا احنا حطينا قطعة اكل الفم منه وما حركنا الفم ما رح تدخل صح في الجسم فهي اساس الحركات احنا نسويها سبحان الله لا ارادي نسويها بشكل طبيعي متعوديا نسوي الحركة بس فعليا الاطفال يواجهون صعوبة في حركات الفموية والمض بيكون عندهم كثير صعب يعني اقل لها ممكن ما يقدر يحرك لسانه يمين يسار ما يقدر يحرك انه يمضغ باسنانه فهنا احنا مهم طبعا ندرب الطفل على الحركات الفموية مثل تحريك لسانه عشان يعرف المعرفة الصحيحة وطريق الاكل ويتبعه طبعا عندنا استراتيجيات احنا في العيادة عشان نحسن الحركات الفموية ونزيد مقوتها وتنسيقها داخل الفم مثل تمارين للفك واللسان مثلا ممكن يمضغ الاكل ممكن يمضغ علكة ممكن يمضغ حلاو حتى في البيت هذه تريكس ممكن يسوها الاهل نمضغ الاكل الصلب مثل بسكوت مكسرات وغيرها ننفخ الفقعات البلونات الفقعات البالونز ننفخها هذه مرة تساعد ممكن نستخدم شفاط ننفخ فيه نطلع بابلز هذه تساعد الحركات الفموية نحرك اللسان نخرجها من الفم نحاول نوضح للطفل انه وين الاشياء عشان يقدر يلمسها ممكن نحط مثلا شيء هنا خارج فمه ويقدر يلمسها بالسان نحاول ان ندرب عليها وكمان فيه ادوات تانية نستخدمها مثل العضابات طيب نبغى نتكلم الحين عن برنامج علاج الانتقائية في الطعام في مركز تميز التوحل بس يشرحيننا بشكل عام ووش البرنامج ووش الهدف مننا تمام احنا هدفنا من البرنامج ان نعالج التغذية بشكل عام ونعالج الانتقائية في الطعام ودائما نحاول نساعد الاطفال على تطوير سلوكيات تغذية طبيعية وناجحة جعل وجبات الطعام باكملها كلها ممتعة لهم والجميع فراد الاسرة يعني احنا مهمنا نساعد الطفل ونساعد افراد الاسرة لان انا مؤمنة ومتأكدة ان الامهات يهمهم كثير موضوع الاكل والاسرة الآن زي ما قلت لك هو وقت وجبة يعني ممكن غدى عشا فطور بالطلعات يعني الاكل يتنقل معنا في كل مكان فمهم ان نحسن هذه احنا عادة مودة البرنامج عندنا في العيادة 24 جلسة جلسات فردية اكيد كل جلسة مدتها 60 دقيقة ساعة يكون الاخصائي مع الطفل ويقدم للجلسة الاطعام الخصائيين مرخصين في نهج الاس او اس ابروش تفيدينق وفيه خصائيين مدربين على نهج الاطعام لتقديم الجلسات يعطيك العافية طيب اخيرا نبغى نختمها بقصة نجاح طيب احنا عندنا والله الحمد قصص نجاح كثير واحدة من قصص النجاح كان عندنا طفل عمره خمس سنوات كان يواجه مشاكل كثير في انتقية الطعام في تقبل ملامس الطعام او انه مثلا ما يتقبل عنصر معين من الطعام فيه اتذكر واحدة من الاشياء اللي ما كان يحبها كوسة ما كان يأكل ابدا كوسة كوسة شوي صعبة للاطفال لان ملمسها مختلف وتكون ملمسها من الداخل غير يعني مو كل طفل يتقبلها بس كانت الام تهمها وكان فيه في البيتهم دايما يعني عندهم طبخات معينة تعرفين كل بيت له طبخات في الغداء معينة فكانت الام تقول لي احنا كثير طبخ نسوي في الكوسة وحتى مثلا لو سويت صنية خضار أو شيء ما يأكلها يأكل كل شيء اللي هي طب ليش انا ودي يعرف فبدأنا نتحرى على الموضوع طلع الملمس اكيد هو السبب الاساسي ملمس الكوسة كان ما يتقبلها فبديناها تدريجيا بالخطوات الأكل اللي ذكرناها مسبقا ان يتقبل الملمس يشمها يتقبلها لين ولا رحمة صار يأكل الكوسة صار يأكلها مشاكلها وصارت الام تدخلها في الطبخات وعادي صار يتقبلها جميل يعطيك العافية استاذة غيدة وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم شكرا لك اعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم واتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله